حقيقة أيها الأخوة منذ قليل كنت أصنع بإخواني الذين معي على المائدة نظرت هكذا فرأيتكم بارك الله فيكم وقع في قلبي شعور هكذا لا أدري من أين جاء إن شاء الله قولوا إن شاء الله مجلسنا هذا نسأل الله أن يكون من المجالس التي يباهي الله عز وجل بها ملائكتهم لأنني نظرت فيكم أيها الأخوة يعني على ما اجتمعتم ما شاء الله شامي على مغربي على يمني على سعودي على مصري على 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 طب إيش القاسم المشترك على أي شيء على ما اجتمعتم لا من نفس العائلة ولا من نفس البلد ولا من نفس اللغة ولا في بيننا مصالح تجارية ما اجتمعنا إلا على الله وما اجتمعنا إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب كتاب الله وخدمته فإن شاء الله يكون هذا هو السبب أن الله يباهي بهذا المجلس لأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسد كل دماغ فهذا معنا المباهى المباهى أن يقول الله للملائكة انظروا إلى عبادي ويسمينا يسمي هذه الفقعة ويسميك وانظروا إلى عبادي فلان وفلان اجتمعوا لا على أرحام بينهم ما اجتمعوا إلا على كتابي وخدمة ديني أشهدكم أني قضى فرقمي إن شاء الله سأل الله عز وجل أن يحقق هذا الرجاء والمنام إن شاء الله أيها الإخوة نحن نشكر الله عز وجل على ما تفضل فيه علينا من هذه الخدمة ولكن ثقوا تماما أن الشيطان لن يدركنا يعني الشيطان خبيث بالعين وله خبرة في إضلال البشر وإغوائه ولن يأتي إلى فطراء أمثالكم فيقول اشرب الخمر أو افعل كذا لن يفعل ذلك لأنه أذكر منك ولكن يأتي إلى الواحد مننا فينفق فيه أنت 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 عظيم أنت ما في منك أنت فصيح أنت مليغ أنت لولاك العمل هذا بفرض فالله يا أيها الإخوة لا أنا ولا أنت والله ما في إلا الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا جميعا ويكفينا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإذن نحن نشكر الله عجل وجل على ما تفضل منه علينا أن اختارنا من بين ملايين البشر وكلنا عبيده كلنا عبيده والله يا إخوة ولو أطلت عليكم قليلا من خمسة عشر سنة تقريبا أو أكثر كنا في فرنسا في مدينة ليل في شمال فرنسا عم نزور بعض الإخوة هناك مركز وشذا أخونا عمر الأصدر إذا بتعرفوا مركزهم فالمهمة بالليل خرجنا ساعة متأخرة مثل الآن ومعنا أخيات يعني قدر بالسيارة أنا أركب إلى جانبي ومعي وراء أخونا الدكتور عذي ربشار فوقفنا على إشارة حمراء إلى جانبية موقف بوتوبيس موقف عادي يوتوبيس والدنيا برد مثل الآن جالسة في موقف بوتوبيس المغطة طبعا هو الموقف جلسة فتاة فرنسية وضعت هيدفون في آذانها وفي يديها اليمين سيجارة وفي يديها الشمال طارولة خمص يعني إذا بدي بارغ قول عمرة 18 سنة إذا بدي بارغ ساعة تعمل ليل تأخذ سحبة من الألاء تأملتها لأنه نحن وقفين على الإشارة طبيعتنا تأخذ سحبة من الليل للسيجارة بعدين تمسك الأنينة تعملها أنا نظرتي فوقع في قلبي أحكي لكم وقع في قلبي أنت عبد لله وهذه أمام لله وإنت وإياها أولاد آدم اللي وضعك وساواك فلان وساواك حافظ كتابه وعلم كتابه وساقك إلى الشيوخ وجعلهم يقبلوا عليك وأعطاك وعطاك وجعل النشر القرآن عليك هو اللي خلقها أترضى أن يعكس أليس بقادر على أن يعكس فيجعلك مكانها ويجعلك يا رقيب فأنا دابني شعور وصرت وأدعو لها بالهداية يمكن أن ربي ساخني لكي أدعو لها يا ربي ديديها يا ربي ديديها وإن كان مضى على هذه القصة أكثر من 15 عام والله يكتبنا الهداية لأن هذه على الأقل أختنا في الإنسانية والحمد لله لما كانت بناتنا هكذا الحمد لله لما كانت أخواتنا هكذا فالشاهد أيها الإخوة كل ما تروا من نعمة لا تنظروا إلى أنفسكم بل انظروا إلى المنعم جل جل هو الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى ورب غني عني وعنكم والله يا أيها الإخوة كان هناك شاب في ستراسبورد في فرنسا تقريبا من 14 سنة شاب تركي أهله أتراك وعايشين في ستراسبورد شاب من هالشباب له رفقات فرنساويين بيروحوا بيسكروا مع بعضوا بيحششوا هذا أخونا بالله التونكي لما بتفتن معه الحشيشة بيقول له لنفقاته الفرنساويين الله نبي محمد رسول الله القرآن كلام الله الإسلام والحق هدو هدو الشباب يعني شو عم يحكي هذا هن مصطلين مثل حكايتوين مصطلين كلا بعد منها صاروا يروحوا يقرأوا أنه شو عم يحكي يروحوا على المكتبات شوفوا شو هذا الإسلام ستة دخلوا الإسلام على يدها الحشاشة أنا بعرف منهم باتنين واحد قرأهم اسمه سيدريك والتالي اسمه جون فيليك جون فيليك قرأ علي عشر أجزاء من القرآن قراءة إجازة الحشاش هذا فيديو سيدريك فالشاهد هؤلاء السبتة يعني الشاهد إخواننا يما يحس بالواحد حاله أنه هو شيء عظيم العظيم هو الله والهادي هو الله إذا تخلينا كل يادنا ربيبي يأتي لم ينشاء من عباده لم ينشاء واليوم أحد الإخوة حدثني لم تنسيت من الذي حدثني أنه تذكرني أن أحد الذين دخلوا في الإسلام حكاله أنه سبب دخوله في الإسلام هو أنه صار يرى هجمة في الإعلام على الإسلام فلنجع هذا الإسلام مهاجم صاروا الروح يقرأ بأن نرى ما هذا الإسلام فبناء على قراءته عن الإسلام دخل دخل في الإسلام فالشاهد هذا الدين لا يحارم ولو تخلينا كل يدنا كما قال الله وإن تتولوا يستبدل فنسأل الله أن لا يستبدل بنا ونسأل الله أن لا يستبدل بنا عندنا في جدة أخت الآن صالت سعودية ولله الحمد لكن هي أمريكية أمريكية أصلية اسمها كارون سربينسكي أمريكية مثل أي فتاة أمريكية أبوها قصيص يعني أبوها رجل كنيسة صوروا وعاشت حياتك شابة أمريكية عادي من ما عايشين البنات بحكمة الله لأمر يريده الله ويدا العيناء يمتدت إليها والله لا يحرنا وإياكم يدى العيناء يخفين شافت في الرؤية سيدنا إبراهيم الخليل وقع في قلبها رأيت رجل أن هذا إبراهيم الخليل نبيه الله شافته صعد على جبل ومعه مثل العصى وهو ماشي في صعود وهي ماشي وراه وين عم يحط رجله عم تحط رجلها وراه هذه الرؤية طبعا هذا يذكرنا بالحديث الشريف ألا إن طريقة الجنة حزن بربوة حزن يعني في إحجار وفي عقبات بربوة يعني بطبعا المشي الصعود في صعوبة ألا إن الطريقة النالة سهل بسهوة سهل يعني انبسط وبسهوة يعني بنحدار هذه الرؤية الأولى الرؤية الثانية شافت حالها في حفرة كل خنزير الله يدرمكم وريحة الخنزير طالعة وإنت رابطة وصابت في ضيق شديد لح تختنق وإذا برجل خارج الحفرة وقع في قلبها أنه رسول الله محمد نبي المسلمين مدينهم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وأخذ بيدها وأخرجها من الحفرة وأخذها في الرؤية إلى إحدى زوجاتي وقال لها عبارة ترجمتها هي الأخ طهري هذه شو قالها طهري هذه لأمر يريده الله بعد فترة في مكتب من المكتبات تعرفت على شاب سعودي كان عم يدرس طيران في أمريكا من كلمة لكلمة صار بعمل تعرفه مثل العادة فعرض عليها الزواج فوافقت ولم يشترط عليها الإسلام لم يشترط عليها لحالها هي بعدين قرأت واغتلعت بالإسلام ودخلت عن قناة بعد منها حبت تحفظ القرآن انتثبت إلى أحد دول التحفيظ عندنا في جدة وصارت تحفظ ما تحفظ آية لحتى تقرأ تفسيرها ومعناها فحفظت القرآن مع فهمه بعدين حفظت المنظومة الجزرية الإخوانة اللي عم يتعتعوا للجزرية وأولاد عرب هذه الأمريكية حفظت المنظومة الجزرية وقرأت شرحها وقرأت خدمة إجازة بعدما تدربت على زوجتي الدكتورة ريحاب ثم حفظت المنظومة الشاطبية في القراءة السبعة ألف ومئة وثلاثة وسبعين بيت ومعروفة الشاطبية وفتحوها وقرأوا ثم حفظت منظومة الدر في القراءة السلام وفهمت شرح المنظومتين وبدأت بالقراءة العشر إفرادا على زوجتي ثم بدأت بالجمع إلى أن ختمت الآن هي جامعة للقراءة العشر وأمريكية أصلي أرأيتم لو تخليت أنا أو تخلى أي إنسان ربي من وراء المحيط بيجيب من وراء المحيط وبنتق السيس وأنثى لها أخت لها أختي الشاهد الله يسلمكم هذا الذي يشع علي وعليكم منه العجب العجب بالأعلى أنا ساويت أنا عملت أنا جبت أنا المحرك أنا دينامو لك لا لك محرك ولا لك دينامو ولا أنا ولا أنت وما بكم من نعمة فخلوا هذه الأيبين عيونكم يا أخواني وأنا مثلكم وما بكم من نعمة فمن الله فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم اللهم كما أدخلتنا دائرة القرآن وخذبته لا تخرجنا منها إلا أن نلقاك وأنت راضي عننا يا رب العالمين أحينا ضمن هذه الدائرة وهو توفنا ضمن هذه الدائرة واجعلنا من رجال السلسلة المباركة المنتصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبلين ثم لك يا رب العالمين ثبتنا على هذا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا رب العالمين واحفظ أخواني هؤلاء والذين بين قلوبهم ولا تجعل للشيطان سبيلا عليهم يا رب العالمين اللهم احفظ نساءنا واحفظ أولادنا اللهم اتولى هدايتهم اللهم إنا عاجزون عن تربية أولادنا في هذا العصر الذي فتحت فيه الدنيا فتولى تربيتهم أنت يا رب العالمين وأعنى على القيام بما أوجبته علينا تجاهها وإنك على ما تشاء قدير بالإجابة جزير والسلام عليكم ورحمة الله أتمنى